السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيك وبيك على تطبيق وقناة فرنشاوي مع ميسيو وليد مصطفى في الفيديو ده هناخد ملخص كامل للوحدة الثالثة منهج تانية ثانوي الوحدة دي فيها معلومات وكلمات ونقاط لغوية مهمة للغاية بإيميلاتها والموضوعات المهمة اللي فيها فخليك معايا وركز في الفيديو للنهاية الوحدة الثالثة كانت بعنوان لكلوب ديلوكي منتدى أصحاب المظهر المهندم كلمة لوكي جاء من الفرنساوي من كلمة لوك ودي الكلمة القولة عندنا لوك لوك اللي هو المظهر أو الهندم بشكل اللبس بتاع الشخص Un look Un lokey Un vêtement Un ornement Un order Un abbey Abbey Un client Un prix Un vendeur Un accessoire Le poignet Une taille Une marque Une opinion Une tenue Une matière La mode Des manches Des manches كلمة موانة A capuche Joyeux Joyeuse Faire du shopping Faire les boutiques Faire du rolet بعد كده بعد كده بنكلم عن Les vêtements الملابس ونركز كوز جدا في الكلمات المسكلة والكلمات الفيميناء عشان هتفرق في اختيار الألوان وغيره Un pantalon Un suite Un survêtement Un pyjama Un maillot de bain Un gilet Un anorak Un tailleur Un jean Un pull Une veste Une chemise Une robe Une jupe Un costume Un t-shirt Un chemisier Un manteau Un blouson Des leggings Un'un نخبالنا أنها femina نكلم عن Les chaussures الأحزية والأحزية غالباً بكون plurial femina جمع مؤنس Un pair Un pair يعني زوج من couple of Chaussure Une pair de chaussure زوج من الأحزية كلمة pair femina و singulier ومفرد مؤنس Des chaussures atalon حذا un atalon بكعب Des chaussures ala C هذا هو بريبوت دي باسكت هذا هو الرياضي أو الكوتشي دي بوت البوت دي بوتين بوت بسير أبطوك سيارة شوية دي باليرين دي سندال دي أكسسوار الأكسسوارات un شапو un bonnet un collier un foulard un برسلي une bague une casquette des gants une sacouche une écharpe une ceinture un sac à main des lunettes de soleil une montre des boucles d'oreilles les adjectives demonstratives وهي إحدى المحددات التي تسبق الأسماء محدد بيجي قبل الاسم علشان يؤدي أو يدينا معنى إشارة اللي هو بالعربي هذا وهذه وهؤلاء طيب بتتحدد على أساس إيه؟ على أساس عدد ونوع الاسم عدد الاسم يعني الاسم ده مفرد ولا جمع فالاسم لو مفرد هيبقى عندك اختيار من ثلاثة س س س أما لو جمع مفيش غير اختيار واحد هو س يبقى لازم نكون مركزين لو الكلمة جمع الموضوع خلصان ومنتهي تمام؟ هيكون س طبعاً أما لو كان مفرد هيبقى عندك لازم تعرف نوع هذا الاسم الاسم ده مسكولا مذكر ولا فمينا مؤنف لو فمينا المونوع منتهي لو مفرد مؤنف أي كان مبدوء بإيه ويريت نركز هنا عشان كتير جداً ناس بتغلطوا بترجع تسأل فيها تاني لو الاسم مفرد مؤنف ياخد ست اللي فيها دو تي وآخرها ا خب لك أن ال او الأخيرة غير منطوقة ست آخر صوت بنداء هو حرف تي بالتالي لو الكلمة المؤنف دي زي كلمة غاب ستغاب لو كلمة هنا زي اكل كلمة مؤنف وأولها فيال أخدت ست عادي حد يجي يقول للفويل ده مع الفويل ده هقول للفويل الأخير هنا غير منطوق وبالتالي لا يؤدي إلى أي تغيير أو إلى أي فرق طيب أما كده مش باقي عند غير المفرد المذكر فالمفرد المذكر العادي أو التقليدي اللي هو بنسبة نقول 95% من الكلمات المفرد المذكر ستأخذ س س الأولى دي س أخيرها او والأ منطوقة طيب أمتى مش هقدر استخدم دي إذا كان الكلمة المفرد المذكر مبدوقة بحرف متحرك بالتالي علشان حرف الأو حرف منطوق بنزود عليه حرف تي علشان يفصل بين الاتنين فهنا هتلاقي هذا البلوفر هذا البنطلون هذا الولد وأي كلمة مذكر بس يكون مبدوقة بي ساكن أما لو كلمة مذكر مبدوقة بفويل زي هتأخذ ست ست اللي فيها تي واحدة هذا الرجل هذا الصديق هذه الشجرة وكلمة شجرة مذكر بالفرانسي بالتالي هتأخذ ست اللي هي فيها تي واحدة أما لو مفرد مؤنس زي ما قلنا ست فيها دو تي أيا كانت ببدايتها أما لو جامعها هتأخذ سي الأشكال اللي قلناها دي اسمها صفات إشارة تاني صفات إيه إشارة طالما صفة يبقى بيجي بعدها اسم طيب أمتى ممكن نشوف س وجاي بعدها فرب هنا مش هتبقى اسم هنا هتبقى ضمير إشارة وبالتالي هو ضمير س يجي بعده فرب أتر هو لا يؤنس ولا يجمع يعني فرب أتر لو مفرد هتلاقيه يتحول إلى س يبقى التكوينة دي ضمير إشارة زائد فرب أتر يعني اللي هو هذا يكون سان دي بول بالتالي برده بجلك في الاختيارات وانت بتشوف سان جامعة هتقوم مختار لهنا س هتبقى غلط لأن الس سان تكوينة أو تركيبة ثبتة لا تتغير نخبرنا من التفاصيل دي النقطة التانية تأنيث صفات الألوان وتقريبا نفس قاعدة التأنيث اللي قلناها مرارا قبل كده وهي إن أي كلمة عايز تؤنيفها بتضيف لها حرف أ ودي القاعدة الأساسية زي بيرغ بيرغ بلو بلو نوار نوار الصفات اللي آخرها تبقى كما هي زي بيج جان أورانج في صفات شازة أو لها حالات خاصة زي بلان بلانش هنا زودنا هنا زودنا في بعض صفات الألوان لا تتغير عند التأنيث مشهورين جدا كلمة شاتا وكلمة ماران الصفاتين الألوان دول لا يتغير عند التأنيث أما صفات الألوان المركبة من كلمتين لا تتغير عند التأنيث يعني أي كلمتين ألوان متركبين جمب بعض أو موجودين جمب بعض سواء بينهم شرطة أو ما بينهم شرطة المنهج ماشي على إنهما لا يتأنفى وكمان لا يجمع خلاص في بعض الحالات الخاصة بس هي خارج المنهج فمش هنتكلم فيها لو لقيت بلو كلاير مش هيتغيرو مش هيتأنسو بلو فانسي مش هيتغيرو بلو مارين نفس الكلام ينغوب بلو فستانون أزرق متأنسة لكن ينغوب بلو كلاير بلو كلاير ما تغيرتش الاتنين تفضلو في المسكولا أما جوزئيت لبلوغيال دي زادكتيف دي كولير جمع صفات الألوان برضو قاعدة أساسية عشان تجمع أي صفة لون سواء مذكر بتضيف لها اس أو سواء جمع مؤنس بتضيف لها اس وهنا نركز بقى جمع مذكر ولا جمع مؤنس وهنا لازم تكون عارف الكلمات اللي انت بتوصفها هتوصف كلمة مذكر جمع هتجيب لها اللون مذكر جمع زي فاغ فاغ نواغ نواغ بلاوش هنا بقت مؤنس بلاوش الصفات اللي أخرها اس بتبقى زي ما هي ولا تتغير زي جغي جمع مفرد مذكر وجمع مذكر لا يتغير في صفات الوان لا تتغير زي ماران و أورانج دول غالباً بيكون عليهم تركسي في الاختيارات أول ما تليه جايب لك ماران و أورانج وتعرف ان انت تختار واحدة فيه لأنهما بيمشوا مع كل حاجة بيمشوا مفرد مذكر و مفرد مؤنس جمع مذكر و جمع مؤنس صفات الألوان المركبة من كلمتين لا تتغير و تبقى دائما مفرد نفس الكلام اللي قلنا على التأنيس أي لون مجمع أو أي صفات أو لوان مكونة من كلمتين لا تتغير يعني لا تؤنث ولا تجمع لمتيار الموتيف المواد الخام أو خامات الملابس أو المنتجات اللي بتلبسها أو الأكسسوارات ثم لموتيف النقشة أو الشكل بتاع الملابس الجزئي دي مهم جداً لأن كتير بتيجي في الاختيارات في جمع الجرامير ولو أنت جد توصف نفسك برضو أو توصف لبسك بتبدأ تستخدم حاجة من الاتنين دول أو تستخدم الاتنين في وصف الملابس بنستخدم حرف الجر أن عند الحديث عن المادة الخام أو المادة اللي هو مصنوع من هاللبس بنقول أن كتن، أن سوا، أن كوير، أن جين الموضوع مش محتاج حفظ كتير محتاج بس تقرأ الكلمات وتحطها في ودنك عايز أقول لا يرتدي بانطالون من الجينز أو جاكت من الجينز أما لو بتتكلم عن وصف أو نقشة أو التصميم بتاع اللبس بتستخدم حرف الجر زي نقول أبوا ذو نقط أو منقط أفلغ مشجر أو فيه زهور زي اللبس الصيفي بتاع البحر والكلام ده أكاغو كغول اللي بنقول عليه بالعربي أو بالبلد كده كروهوت اللي هي مربعات طول في عرض أغيير غيير مألم خطوط في اتجاه واحد سواء بالطول أو بالعرض أو بالورب عادي أمانش أمانش بأكمام أو ذو أكمام أرتدي قميس أكاغو أميس كروهوت خبه لكن كلمة يوني تعتبر صفة أدجكتيف بالتالي هي لا تسبك بحرف جر ولكنها تؤنف وتجمع يوني يعني سادة أم بونطالون يوني يعني سادة موحد اللون طيب خلتها يونغاب يوني فستان يوني أخذت أزيادة بقت سادة برضو موحد اللون ممكن يبقى جامع مذكر وممكن تبقى جامع مؤنس على حسب الكلمة اللي بتوصفها لا فاغب الأفعال فيه أفعال مرتبطة ارتباط وفيق بالملابس والإكسسوارات أولهم فاغب أسييه وده علموا لحظة أن الفاغب أخره إجراك أغ والإيجراك أغ يتم تحويل الإيجراك إلى إي في أربع أشكال هتلاقيني بقول جساي، تيساي، إيليساي، نوزيساي، نوزيساي، يوزيساي، إيليساي واضح جدا فعلا أخر أغار شلنا الأغار وحطينا النهايات العادية أو التقليدية بس الإيجراك تم تحويله إلى إي مع أول ثلاث ضمائر مفرد والضمير الأخير في الجمع فاغب أشتي يشتري أيضا آخر أغار عادي جدا جدا جا شات، ياشات، إيليساي، نوزيشتون، فوزيشتين، إيلساي، إيليسا شات فاغب مادخ ونضيف كمان جنبيه فاغب بطاوسي بطاوسي يرتدي أو يلبس كانت ألف الكلمات وهنا برضو المفروض نستخدمه لهو بمعنى يلبس أو يرتدي وآخره أغار ويبتصرف عادي جدا مجموعة ثالثة مجموعة ثالثة مجموعة ثالثة نشيل من نوت في أول ثلاثة ونقول جميع نو ميتان وميتان الفعلين دول مهمين جدا وكان عليهم درس مخصوص وهو مجموعة ثالثة للتعبير عن الإرادة لما تريدوا شيئا مجموعة ثالثة وغالبا بيكون بعد فعل في المصدر مجموعة ثالثة مجموعة ثالثة يجب عمل يجب عمل أما غير يستطيع مجموعة ثالثة يستطيع 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 وده دائما يجب عديد فعل في المصدر تمام؟ الفعلين مهمين عليهم جوما كثير القاعدة الجوهرية في سنوية عامة كلها من تانية إلى تالتة هي قاعدة الضمائر الشخصية وكلمة الضمائر بمنتهى البساطة هي كلمات قصيرة أو صغيرة تحل محل كلمات كبيرة أو طويلة لعدم تكرارها الكلمات التي ستحل محلها دورها في الجملة في وضعين يا ايما تصل في دور الفاعل والتالي بنستخدم مكانها ضمائر الفاعل يعني ايه ضمائر الفاعل ضمائر الفاعل لي بتيجي في اول الجملة واللي بيتصرف بعديها الفب يعني قلت في الجملة أحمد فا اوكلب جيت اقول الجملة اللي بعدها veio احمد مش عارف بيعمل ايه الجملة اللي بعدها زهقت بقي مش هو عقل شوية اقول أحمد هشيل أحمد وحط مكانه ضمير فاعل أي ضمير الفاعل المناسب لأحمد؟ هترد تقول لي إيل اللي هي إيل أو إيل هو نفس الفكرة لو قلت منها هشيل منها وحط مكانها إيل طب لو جمع مذكر هقول إيل أفيك أس لو جمع مؤنس هقول إيل أفيك أس وكذلك لو قلت أنا وأي حد هشيلهم وحط مكانهم نو لو قلت أنت وأي حد هشيلهم وحط مكانهم فو يبقى ضمائر الفاعل اللي احنا حفزينها وعرفينها من أولى سنوي دي اسمها برضو برونوم برسونال ضمائر فاعل ولكن درها بتحل محل المفعول هنا بنبدأ نتكلم عن السي او دي السي او اختصار كلمة كومبليماند ابجي اي مفعول دي يعني ديريكت ضمائر المفعول المباشر المفعول ده اللي بيجي بعد الفرب والمفعول ممكن يجي مباشر يعني غير مسبوق بحرف جر زي الامثلة اللي هنشوفها دلوقتي غير المباشر بيكون مسبوق بحرف جر هنا هنبدأ بضمائر المتكلم والمخاطب ايه ضمائر المتكلم والمخاطب تستخدم للعاقل فقط لما جا اقولك انا بكلمك انت او انا بكلمكم انتم يبقى كلمك انت انت اللي هي ت بكلمكم انتم اللي هي فو طيب ونفس الفكرة هقولك انت بتكلمني او انت بتكلمنا بتكلمني اللي هي ني اللي هي مو بتكلمنا اللي هي نو أعتقد الموضوع يكون واضح أو من خلال الأمثال هأقول لك صديقك ده الفاعل يقابل صديقك يقابل في النادي فين المفعول هنا المفعول هو يقابلك يقابل أنت في النادي هترود تقول لي أيوة هو يقابل هناك هو يقابل مين يقابلني وصل الفكرة يبقى ت تحول إلى م ممكن توصلني إلى المحطة القطار هتسوء بمين ببي أنا يبقى المه هنا دي смه دمير مفعول هيرد يقول لي أنا أستطيع أن أقود بك أو أقودك أسوء بيك أو أوديك أو أوصلك إذن م تحول إلى ت في السؤال وفي الإجابة ممكن الموتو يحوالو الى ام اباستخف او تي اباستخف لو بعديهم الفعل او الفيال كي تاد من يساعدك من يساعد انت افير لدفاغ في عمل الواجب ما تنتمد عمتي تساعد تساعد مين تساعدني افير لدفاغ في عمل الواجبات الانفيت هي تدعو تدعو مين تدعو كم او تدعو حضرتك الافات للحفلة وي ايوة الانفيت الافات هي تدعو للحفلة تدعو مين تدعو ننا يبقى فو تحاول الى نو وممكن تحاول الى ما لو كان المقصوب بيها احترام او كلام باحترام دي كده اسمها ضمائر المتكلم والمخاطب بنكمل فلساق دي في ضمائر المفعول المباشر هي ضمائر بتحل محل المفعول مباشر طيب المفعول ده ممكن يكون مفرد مذكر وممكن يكون مفرد مؤنس وممكن يكون جمع بنوعيه لو المفعول مفرد مذكر اعود عنه بالضمير ل لو مفرد مؤنس اعود عنه بالضمير لا لو جمع بنوعيه هنا اعود عنه بالضمير لا والضمير ده بيجي قبل الفعل مثال فين المفعول هنا تو هي الفاعل ما هي الفرب المفعول هو كلمة مفرد مذكر طب عايز أقول أنا أرتدي التشارت الأخضر نفس أول أزرق نفس الجملة هقول مش عايز أكرر المفعول في الجملة في السؤال وفي الإجابة هشيل المفعول ده لأنه مفرد مذكر وعوض عنه بل طب حط اللو فين قبل الفرب بالتالي هتبقى الجملة ج ل ما أنا أرتدي هي طب لو الجملة منفية هسيب الجملة كما هي وحط قبل ل والبا بعد الفرب يعني في حالة النفي الضمير بيدخل مع الفرب جوه النفي نون ج ن ل ما ما أنا لا أرتدي نشوف المثال الثاني الفا ما يدخل عجيب نوع هي سوف تلبس أو سوف ترتدي وركز قوي على أن في فعلين في فعل متصرف والفعل التاني في المصدر في الحالة دي هعوض عن المفعول بلا لا هتتحطي قبل مين المفروض أني دايماً وطبيعي بتيجي قبل الفعل المتصرف إلا في حالة واحدة إذا كان في فعل في المصدر بتيجي قبل الفعل اللي في المصدر عايز أن في بنف الفعل الأول هتبقى هنا لا طلعت برا النفش لأن نفية الفعل المتصرف وضح من المفعلين دول إن ل ولا بتوضع قبل الفعل طيب لو الفعل بقى اللي هم جايين قبليه دول أوله حرف يعني هنا على افترض إن الفرب ده أوله والفرب اللي هنا ده أوله بالتالي ل لا هيحاولة إلى بدون أي مشاكل أحب هذه الملابس المفعول كلمة جمعة كلمة جمعة عوض عنه بلا لها تيجي قبل الفرب وقول أنا أحبها أو أحبهم ولو تنفت هتدخل مع الفعل جوه النفي أنا لا أحبهم ما كان الضمير الشخصي أين يوضع الضمير الشخصي زي ما شفنا في الأمثلة بيجي قبل الفعل المتصرف جوه تنجين تخيبو أجد هذا البنترون الجينز جميل جدا هنا الكلمة مفرد مذكر أعوض عنها بلا لها هتيجي قبل الفرب هتبقى جوه لتخيبو أجدوه جميل جدا طيب لو في فعلين واحد متصرف والتاني في المصدر يوضع قبل المصدر تحب أن ترتدي البناطيل من الجينز بناطيل كلمة جمعة هعوض عنها بلاي ليه هتيجي فين قبل الفعل اللي في المصدر هي تحب ارتدائهم لو في فعل في الأمر المثبت ودي مهمة بقى بيجي بعد الفعل في الأمر دي الحالة الوحيدة اللي بيجي بعد الفعل إذا كان أمر مثبت نظارتك الشمسية دي كلمة جامعة هعوض عنها بلاي ليه المفروض تضع قبل الفعل سدى فعلة في الأمر هل هبدأ الجملة بلاي مش هينفع في الحالة دي هنعوض هنخلي الضمير بعد الفعل في الأمر بخون لي خذهم أما لو الأمر منفي يوضع قبل الفعل ما فيش مشكلة لأن هتبدأ الجملة بأداة النفية اللي هي نوع نشات باسي زاكسسوار لا تشتري هذه الأكسسوارات كلمة جامعة هنعوض عنها بلاي الأمر ما نفي هحطها قبل الفعل ما فيش مشكلة نلاي زاكسسوار لا تشتري هم النقطة السابعة هي دوني اعطاء رأيك حول البس عايز عايز تبدل الاستحسان أو الاعجاب أو العدم الاستحسان أو الاستياء طبعا فيه مهم نعرفها هنا وكلها تقريبا معروفة أو مرت علينا قبل كده ممكن نقول جادور بعشاء جام بوكو أو جام بيان أحب كثيرا ساتوفا هذا يليق عليك أو هذا يناسبك جيدا ممكن نقول جولي أو جولي جيد 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 كلها كلمات تعني الاستحسان رائع جميل لطيف حلو كيوت مثل الفل العكس من كده ستجد جدا تاست أنا أكره لا أحبه على الإطلاق نكرر الكلام عشان الناس كتير بتسأل فيها لماذا تحاولتش قلنا لا تتغير هذا لا يناسبك على الإطلاق وممكن نشيل هذا لا يناسبك كلمات ت dependent هناك نقطة مهمة جداً إن أنا ممكن أعبر عن رأي باستخدام التعبير C ولكن خب لك إن C لو هجيب بعدها صفة لازم الصفة تكون في صيغة المفرد المذكر أيا كان الكلمة اللي أنت بتتكلم عليها يعني بتجيب الكلمة اللي بتتكلم عليها زي لوبونتالون وأقوم قال بعدها C جولي البونتالون مفرد مذكر مليش علاقة جولي هتيجي مفرد مذكر لاغب الفستان C جولي برضو C جولي الصفة بعد C دائما مفرد مذكر ولا تتغير لابونتالون جمع مذكر C جولي برضو لاغب الفستان جمع مؤنس C جولي برضو إذن لو C دخلت يجي بعدها الصفة بدون أي تغيير أما إذا جاء بعد التعبير C مجموعة اسمية يعني إيه مجموعة اسمية؟ يعني اسم وصفة يعني مضاف ومضاف إليه لأ هنا الموضوع بتغير بقى الموضوع بيختلف هنا نرجع نقول هنا كلمة فستان جت بعد C بالتالي هنجيب لها الصفة مؤنس ولو قدامها محدد زي 1 أو 1 أو 2 أو لا برضو هتمشي معاها سواء في المذاكر أو في المؤنس أو في الجمع وندخل على مواقف الوحدة التالتة منهج تانية ثانويا اللي يقول تسأل زميلك عن مظهره المفضل أنت هتقول إيه؟ يا ترى إيه السؤال؟ كمان تفضل؟ تفضله عن رأيه في اكسسواراتك عندما تسأل الواحد عن رأيه هتقول له كيف تجد أي شيء حزامي أي شيء في اللبس هنا لو قال لك اكسسوارات يبقى هنا اكسسوارات مثل القبعة والكسكتة والحزام والبغسل والخواتم والحلقان والشيء يجب أن تسأل الواحد عن رأيك على تنينة كبيرة مثل زميل سواء بالإستحسان أو بالإستياء هتقول كما قلنا في القدول سي ارجينال أو سي جنيال ساتوه va très bien وغيره يجب أن تسأل المتعلم عن المتعرفة عن الخامة المصنوعة منها لبس يجب أن تقول كلمة المتعرفة كلمة مؤنثة يجب أن تكون لها كال كال ما هي المتعرفة الخامة هذا السويت يمكن أن تقولها بطريقة تانية التي هي أنكوى قلنا قبل كده أن هي ماذا أنكوى مماذا مما يكون سويت هذا السويت طبعا يمكن أن تقول لكلمة سويت وتضع أي كلمة تخرى قبل كلمة تتعرفة ما الذي يتعرفة لتعرفة سويت يسأل عن ما ترتديه لكي تمارس الرياضة ونعود ونعود في الملابس المناسبة للمناسبات المناسبة يعني ستلعب رياضة ستلبس لبس رياضي ستلبس لبس ملائم لفرح سواء ولد أو بنت وراح الكلية أو راح المدرسة ستكون لبس اليونيفورم بتاع المدرسة الفكرة تبقى مركز في التفاصيل دي ستقول 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 أنها إكسسوارات يعني مش ملابس أساسية ستكون هذه الساعة est très originale تكون original جدا جميلة ست سنتير هذا الحزام مي بلي بكو يعجبني كثيرا سبغسلي هذه السورة أو الحزازة تفا تري بيا لا يقعلي كويس جدا un copain vous demande votre souhait زميل يسألك عن امنيتك vous dites أنت تقول لما تيجي تتمنى حقب تستخدم verب vouloir يريد un verب souhaiter يتمنى je veux أريدو organiser une fête déguisée أريدو تنظيم حفلتنا كورية je souhaite أتمنى عليه أن أذهب en france أن أذهب إلى فرنسا je veux être médecin أريدو أن أصبح أو أريدو أن أكون طبيب التلات جمل فعل متصرف والفعل الثاني في المصدر أن أتمنى أن أتمنى أن أتمنى صديقك في المصدر في المصدر بمناسبة عيد ميلاده ستقول طبعا جيز عيد ميلاد سعيد أو جيد عيد ميلاد سعيد جتسويت أنا أتمنى لك جيد عيد ميلاد سعيد ستطلب من ممتك الإذن أو السماح أو التصريح بإن أنت تتفسح أنت تقول لها ماما جيز عايز تستأذن بحق ستقول can I can I اللي هي جيز وفعله في المصدر وفي صيغة سؤال جيز سأخرج مع ممكن أخرج مع زملائي وممكن تقول هذا بصيغة الإرادة اللي هي جيز أنا أريد بس تبقى جملة وليس تسؤال ستسأل ستسأل ماذا ستسأل لك ستسأل صاحبك اللي هو سوف يرتديه لكي يمارس الرياضة فقو ديت ستقول كل فيتما جمع مذكر فكل جمع بل اس تسأل أنت سوف ترتدي لكي تمارس الرياضة أو غالي أو كلاب لكي تذهب إلى النادي أو غالي أو جمناس لكي تذهب إلى صورة الألعاب الرياضية بالنسبة للإيميل سأرد وقول سأرد سأرد متى لو أنت عارف متى ستقدر تحل كن متى سأرد لكي تذهب إلى عين ميلاد لكي سأخذ نفس الكلام بالضبط ولكن بدلت سأحاول إلى جمع جمع لكي لكي أو أذهب إلى عين ميلاد لكي أو سأخذ لك أن الكلام في المستقبل فأخذ لكي الجمعة القادم سأخذ ملابس 20 متى التي سأرتديها سأخذ هذا 20 متى سأرتدي كوستوم بدلة سأخذ غير بقى شميس بلانش روز أو التفاصيل التي أريد إذا أنت حابب ومتأكد من كلامك تكتب التي تريد أكسسوار وإيه هي الأكسسوارات كما قلت يمكن أن تقول كرافات يمكن أن تقول كاسكت يمكن أن تقول سنتور حزام وغيره بغسل أسوار أو حزاز أو هكذا بالنسبة للموضوعات الموضوع الأول تتكلم عن مظهرك المفضل في خمس جمال مانش مانش يعني أكمام أنوارك باسكت كوتشي تتكلم عن موضوعات تتكلم عن موضوعات تتكلم عن موضوعات لتتكلم عن موضوعات لتتكلم عن موضوعات لتتكلم عن موضوعات دون كوبين أختك تذهب إلى حفل زواج زميلتها تتكلم عن لبسها في خمس جمال هنا الكلام عن لبس بنت أي بنت بقى أختك زميلتك و هكذا نتكلم استخدم كلمة موض اللي الموضة الجملة أهي على موض غب فستان طالون كعب اللي هل يجب أن تأتي مع الحزاء بكعب مانش أختك سابي دون سا شامب فرب سابي يعني يرتدي ملابسها أختك ترتدي ملابسها في غرفتها هي تذهب إلى حفل زواج زميلتها نستخدم الكلمات اللي هنا أو الجمل اللي هنا وتعمل بها جمل هي عندها ملابس كتير على الموض هي ترتدي فستان فيولت بنفس جي منقط اسود هنا كلمة فستان بوصفها باللون فيولت وهنا كلمة النقط جمع مذكر بوصفها بأنها نقط نواغ افك اس بجمع مذكر المادي بوكل دوغاي هي ترتدي حلق أو تلبس حلق في الأزن اي دي شوسيغ اتالون والجزمة اتالون بكعب ساي سيبير إنها رائعة في النهاية لو كنت بتشوف الفيديو على يوتيوب ما تنساش تنزل التطبيق بتاعنا والرابط بتاعه في وصف الفيديو لأنك من خلاله هتقدر تشوف دروسك بالترتيب وتنزل الملفات البيدي اف اللي بنشرح منها وكمان تحل اختبار على كل فيديو شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته